مشاهدين الكرام نذكر حضرتكم مرة أخرى بهذا الخبر العاجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا وكمان تم إعلان حالة الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية ناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا أيضا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كمان القوات المسلحة المصرية بتنظيم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب وأكد على تضامن مصر الكامل ووقفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا